بداية ما هي الأشياء التي عجبتك في نادي برشلونة وهي ما هي الأشياء الأخرى التي دونتها أمور سلبية فريق برشلونة يعني الانتداب التاعه هي شيء الإيجابي هو يعني قدوم المهاجم ليفاندوفسكي وفي السنوات هذه الأخيرة يعني بعد لويس واراز أو ما جابوش يعني مهاجم قناص بالفعل يعني ليفاندوفسكي رح يعطي يعني دافع دافع مهنوي لأن ليفاندوفسكي يتمتع يعني بقدرة هائلة يعني بنية جسمانية تسمح له يعني بشيء يساعد زملاء سواء في الهجوم حتى يعني في بعض الأحيان وينتكلم شافي وقال يعني ليفاندوفسكي في بعض الأحيان يساعدنا في الدفاع هذا شيء يعني جد مميز هذا هو الشيء اللي نشوفه مميز بالنسبة لفريق برشلونة حتى على الأطراف وينشوفوا اللعب رافينيا اللي راه يقدم يعني عدة كورات هو ودنبيلي إلى ليفاندوفسكي نشوفوا ليفاندوفسكي كان في بايان كانوا عنده لاعبين ذوي جودة قدامه الآن في برشلونة نفس الشيء لاعبين ذوي جودة رمراحين الكورة راح تنلحقوا يعني هذا هو المشكل في المهاجم المهاجم في أعلى مستوى يحب عدة كورات يقدر يضيع عدة هدف لكن يسجد لك هدف هدفين كيكونوا لاعبين يعني يكرروا الليزاكسيو يعني هذا هو يعني الشيء الإيجابي والشيء السلبي ربما فريق برسلونة ربما في الدفاع يعني ما زال ما لقاش يعني التركيبة اللي لازم في الدفاع كلهم شباب عجبوني أنا في المغاريات الأولى لكن بداية موسم شوفنا دفاع شاب ودفاع متماسك وصلب شوف محمد هذه بداية موسم لازم يعني اللي يكون بارتيمون بش يكونوا إيكيليبري يعني أبارتير دو يعني المقابلة السادسة أو السابعة بش تشوف يعني مش ما عجبكش في الدفاع كيما قلت انت مدافعين يعني صغار وفي أعلى مستوى لازم يكونوا لاعبين دو خبرة لازم يكونوا لاعبين يعني اللي عندهم هذه الشراصة نشوفوا فريق ريال مادريد لكن جماعة طالبة بطرد الأبقار المقدسة على رأسهم بيكي بيكي الذي ارتكبها فوات كبيرة في المواسم الماضية كلفت برسلونة الكثير لأن الرئيس يريد أن يشبب والمدرب يريد عنصر الشباب في الفريق لماذا نحاول إعادة عناصر الخبرة التي ترتكب أخطائك هي ليس إعادة عناصر الخبرة يعني الانتدابات يكونوا يكاين لاعبين في السوق هنا نشوفوا فريق ريال مادريد وين تدب ريديغار في المباراة الأولى يعني كان خطأ على الهدف الأول اللي تلقاه فريق ريال مادريد كان ريديغار مدرش لالين يعني فتعله رجير أحو ماركا والفريق الخاسم نشوفوا بالله هذه الأخطاء يعني خاصة في بداية الموسم رح يكونوا أخطاء ويكونوا لاعبين ما نعرفهم شرحين يتبانوا لكن أنا وشان يتكلم لك فريق برسلونة مع مرور الوقت يسحقوا للاعبين دون خبرة في الدفاع صراحة رو بيكي يحضر في نفسه ليس بيكي قريبا في المظهومة